مختار البرح شفنا كيف كيف الموظومة على الحكام والتحكيم يثير برشا جدل في الأمن الأخيرة شفنا كلاش بين أمين باركالله الصديق كريم العواري وعبد الكريم العابدي على الفيسبوك عبد الكريم العابدي كان هبط تدوينها لما حفاها أنه عنده التعيينات قبل حتى ما تهبطهم الديركسية وتكنيك بعشرين دقيقة بالضبط يقول لي أمين باركالله ما زال قاعد يثير في جدل عبد الكريم العابدي كأنه ما زال نافذ في التحكيم ما زال عنده فكرة على الدسيزيون مع التعيينات تعلمون هذي كل عبد الكريم ما زال يثير في الجدل وأمين زاده ما زال يحب يثير الجدل أنا خاطر فما حاجة في عبد الكريم بحكم قربي ليه ما يجاوبش ما كانش يجاوب في الحكاية هذه أصبح يجاوب جاوب في أمين وجاوب في غيره أنت طوى أمين الحقيقة نحن قلناها ومش أنت راك بيش تحط هنا في تدوينات أمين قلنا راو ما يحسب ليك والمشرف العام والأولاد اللي خدمه والأعساس الجامعة والعباد الكل اللي خدمت راو كونه معاش راو تعيينات إلا نهارت اللي تعبت في العباد الكل كمانا الراكما غيره كما هذا ما يحسب للمشرف العام فقط فقط أما طوى سمحني حاب نقول سيد مورد الدعمي إذا كان سيد عبد الكريم العابدي عنده دوزن ديس أعطاه مطلعه صحاح ما نتصورش كان مورد خرجها ولا هشام ولا غيره معناه هنا لازم هو هو لقيقة في التعيينات يعرف شكون صار التسريب هذا وإذا كان محلش فيها هنكات طوى بش يعرف عليه التسريب هذا موش عادي معناه يكون تسريبات على العين حاج عادي إذا كان أنا كان عبد الكريم سيد عبد الكريم العابدي هبت التعيينات خير من اللي يوتر عصاب العباد معناه في الأخير بالكل انتصر عبد الكريم العابدي بيكونه تعيينات وذورة صحيحة ومين برك الله طوى حاليا من أخي بليمات اللي عادي فيهم اللي يكونوا يقول لك منظوبتي وخدمتي الكل اللي خدمتها وتصبيعاتي الكل تحت في الماء شفت خدمة كاملة تيح في الماء أنا حاس براي حاس براي ما هيز بش زيد شاي طارف كي تهبتها كيش معانيها والله أجوش لأجوش أكثر ما هي عبد الكريم العابدي كونتاكت هتزو زورة ثلاثة حكام نحكي لكش بشي شكولو مشي قولو كونتاكت أربيتر بيجا والكلوب وطراجي وامير الوصيف بشي قولو ما راك ما عندك الماتش هذاك هتون بعد نحكيو الاربيتر كي يرغير الماتش متى ويقول لك هذا فاعل هذا هو رشي سير باي كامال بن حنين البارح كحاس محكينا كانت عندك مكالمة هاتفية مع نقول مثال شا امش مشك التكحر لي خاطر حاسيتك لا لا بعندي خاطر نركز على فكرة مش نجاوب بها مختار ايه تنزم راك مغير قحران ماناكتاك يسحر لي حافيزها ويتهامل لي هنا زيك باع كامال يدير رئيس هيئة التسوية في جامعة تونسية لكرة القدم حكيته على برشة مواضيع من بينهم الأمر متاع عبد الكريم العبدي وتدوينه هذي اللي حكينا فيها حتى البارح شوية ايه حكيت معاه يقول لي انو الأمر معناتها تاكيد بش يكون موضع تحقيق لكن خلنا نقول لك في الفلسفة معناتها هو يأكد لك اللي ما عنده حتى علاقة مع عبد الكريم العبدي يقولك ما عندي بي حتى علاقة مرة ذي ككيمة الناس كل معناتها وتات انو هو موجود وحكيت معاه فقط لغيره ما لا عندي معاه اتصالات لمكالمات هاتفية لتنسيق لا حد شيء قاعد نخدم أنا والجروب نتاعي وليكيب نتاعي وراني لترونة عين جنفيير باش نسلم العهدة و باش نقول لكم سلام عليكم وراني لالفايدوروت كاملة من غريق لامنظمة وموري وهذا الكلام اللي قاعد يتقال لغوشة دروات يعني طلب التمديد يعني كذلك كله لا أساسا لهم من الصح سيد كمال بربي يا زميلي باش ننسي لك حاجة هذي قالوا لك فيهو المكالمة ولا في الأخر إذا قالوا لك فيهو المكالمة لغوال الأخبار اللي اعطاهم لك الكل اللي بعضهم غالطين فقالتنين راني بقربي وصديقي عبد الكريم العابدي وعايش معها محسوب يوميا راهو المكالمات ما تقصش يوميا صديقي انت عبد الكريم العابدي صديقي صحبي وده من ننكروش صحبي ومش اليوم راني نحكيلك على عشر وخمستاش ومن ننكر حد شيء كما صاحبي يا مين برك الله ما لكي صديقك عبد الكريم العابدي كنش بكينا ما يثبت عبد الكريم العابدي عبد الكريم العابدي يروح مش مليوم ليه ليه مش مليوم عبد الكريم العابدي يا كميخ اتمنى يا كميخ اتمنى فقط يقول الكلمة عبد الكريم مش مليوم مش مليوم من بطولة النادي الافريقي هو صديق اللي نمشي روح حسلم اه يتفضل داي يبدو انه اليوم ميزيش خليت فعل معك عادي عام لوكاسيون جيرانس الميكرو اليوم ما خذه شوف صديقك ولا مش صديقك هذا كامر يعنيك انت انا كميليدير خدمت معها في النادي الافريقي نايب رئيس ثم رئيس اعرف الرجل واعرف صدقه ومانيش نزكي فيه لا يعنيني شنو عبد الكريم العابدي يقول لك ولا شنو يحكي لك ولا شنو تحكي وما بعدكم انا نحكي لك الراجل شنو حكيت انا وياه واحمله على الصدق واضحين انا الهنا اه نحكي شنو صار صاحبك وخمسمائة تليفون وستمائة تليفون اذا كان صاحبك بالعكس وصاحب كامال اللي عمل فيه عيب في حق صاحب وميعرفش معنى الصحب هيا متر وين المشكلة كان هو يتصل تواصل معنا كمير حتنتي رو كان صاحبك عبد الكيمة اشن هو علاقتك بيه مانا الزوس كمير يدير عبد الكيم العبدي ينتميه النفس الجماعية وكنت انتي موجود شهر انا لهنا نحكي على جامعة تنسية لكورة القدم ونحكي على إدارة وطنية للتحكيم ونحكي على بطولة لا احكي عن الصداقات الصداقات البره من الميكرو نحكيه ونفطرك لكن كي تغلط نعطيك برجك واضحين صداقة ما تخلينيش نقول كلام لا تستحقوه صاحبي البره محكيتش عن صداقات انا قلتلك الراجل اسمعتني قلتك ما قلتك كمير يدير صاحبي قلتك خدمت معه نائب رئيس وخدمت معه رئيس اتحدثو عن الرسميات صداقات البره كمي 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 نسيت نتجيوز ونكمل الموضوع به كمير يدير كعاد الزهمول يقول عبد الكريم العبدي يستشارو كمي يدير في تعيين لجهة الجديدة متعليدات التحكير ينجم يكون استشارو ولا مستشاروش مثلا مااش عايب في هذا انا اللي نحب نقوله احنا قرينا في القانون مبدأ عام يقول لك كي بروفيت الكريم فما عايبش كون صيفته هو بش يستشير يا اخي انا شني صيفتي بش يستشيرني لا ما موسوعة عبد الكريم العابدي ما السبعينات والثمانينات الراجل معنا تلي كواليس تالحكيم والتحكيم وعرشيب عنده يرعي ماهو هناء خطر امين برك الله والمشرف العام ضد عبد الكريم يجب انشيطنوه يجب انردوه شيطان عبد الكريم مافيه حتى حسن ومافيه حتى شاي به ماوذيش يحبوهم امين برك الله نجز ماعندو مايوس انا انا مادميسيونيت انا في بلاستامين برك الله ديمسيونيت يبارا شو في حياتك تبلانج على الواحدة واندر شنوه واستعراض عضالات كمل استاذ كمل انا ماو خرجونا او سيموختار دبوس خرجنا خنرجوه لن تسمع كمين برك الله كلما باعتبار صحيح دعني نكمل لك يا كميل كي تشبدأ عبد كماناك تشبدأ شكلتا راو مين برك الله إنسان ما عندوش وقت للتحكيم راو مين برك الله مش كلتو مش كلتو لك يشبدأ مين برا شوف خاجة أخرى راو الراجل 24 ساعة عمت يوم ممتالئة ما عندوش نوم كمالي وفي العرف المنطقي في المنطق أنا استقلت أنا استقلت من راديو ميسك لا كمين دخلوا برا شوف حاجة أخرى هو عندو حاجة أخرى لا لا واستقلت مش معناها ما تحكيش هكي استقلت من الكليب وتحكي على الكليب بنتي زاد كمكمل أستاذ باي كم الانسان الذي استقال طواعية من أمر ما في اللغة هذيش عارفونا الاستقالة تفيد أنك عزفت عن ذلك الشيء ايه معاش يحكي فيه تقيق خنكمل تحكي فيه كي أما أنك تدخل في الصراعات وتولي تحكي هذي اللي أنا نعيبو عليه خليهم يخدموا على رواحهم انتي ما استقلت وقعد تفرج خوي ايه انت عمري ما حكيت على الكليب بعد ما استقلت هكينا نتحكي على الكليب ذلك عمري ما ادخلت فيه ما نحبوش نصادر وانا لعبت ذلك لا ما صادرتش أنا نحكي كلام صحيح الميت تراويز بساني كل متجانسة مع ذات وانتي زارتيت ورميت المنديل وتو وقعدت نبر ما عندكش حق هذيش نحكي لك أنا حاجة ممكن نعرفو اكثر منكم الكل ثم نوع من الغير احكي به او ايضا يا ايه ثم نوع من الغير احكي به ايه ومشكلة شو عمل العبد الكريم العاب ديه مش يختزه مش كنت بتحكيه في عبد الكريم العاب اللي واعلم نوع من نحكي لك نوع من نوع من تحكيه انك تحبب تعقيلات الحكيم قبل ما تحبطهم دلكسية وتكنيك دلكسية متاع الاربيتراج هذي حلبط شباب بتاع تقويلات ايه ما روش ما روش قوليش عمل ايه يا عبد الكريم فقط خليه كمل بلايه ما عاش تقص عليه خليه يكمل المكالمة ايه متر يا ابنين سمحك هايتفضل سيكمل برب يكمل بش ما تعطينيش بورشي زعمة ما عاش يقص عليك حد وليه انا مليه قرد كوري ودي حق نلبست هنا كاسك دونك والله يضيعو لي افكاري ورحمة باب ويمشي لي بعدي تونارجي وصلنا المكالمة الهاتي فيه مع كميه ما انت سنكروا ان اقبليك اقول لك عندي فكرة نحب نحك فيها سيضيعوها حكيتو عن المدرب الجديد متع متع المدرب الوطني التونسي قال لك في المهنين اللي نهارين ايه مهنين اللي نهارين يتعين المدرب اه خنرجع الموضوع التحكيم موضوع التحكيم لانه مهم جدا اللي قاعد يتقال انا قلت اكي بروفيت لكريم هل بالمنطق عبد الكريم العابدي هو صديق كمال يدير وصديق مراد الدعمي هل من مصلحاتي هي انا صاحبك انك تورتني وتعملي مشكلة بالمنطق ما نعمل هلكش دونك لهنا لفويت ما خرجتش من عند مراد وما خرجتش من عند كمان مش قالوا عبد الكريم عم التعينات طيب برا حطهم في الباجم تاعك قبل فان مينوت يعني كلام ما يتصدقش كلام ما هوش منطقي اخويا السيد كان موجود في فترة وديع الجاري وعنده صداقات سمعت انتش قلت من سبعينات وهذه ما نجم ينكره حتى حد دونك صداقاته ما تتوقفش راي في حد كمال يدير وحد مراد الدعم صداقاته في الموظفين في الموجودين في الكذا لفويتة نجم تخرج من اي بلاس هذا واحد اثنين قلت مطلبش التمديد الا ذيكا بعيدة عالتحكيم لان اخرج كلام هنا نخرج من التحكيم ونرجع سي كمال يدير سئلته انا قلت له بربي سمعت اللي طالبين التمديد وصمع حتى شكون الفغل فيفة رفضت بعض المواقع قاتلك انه تمديد نتيجة الراتب الشهري الذي اساله اساله لوعاب الالثلاثة الموجودين فيقول لي بش نعطيك سكوب وموثق انه وزارة الشباب الرياضة كانت ساعية مع الفيفة في انه يصير تمديد والفيفة ما كانت شراف دامع انه في التمشي متاع الوزارة انه هو شخصيا قالوا راني له ترونتا ايام بلوس ربع ساعة مانيش بش نزيد راني له ترونتا ايام بش نعطي والفايدوروت متاعي يقول لي عتيتها وابعثت التنقيحات الفصول المتعلقة بالجدل فيما تعلق بالقانون الانتخابي والقانون الاساسي للجامعة لكل حضرناهم وبعثناهم للفيفة ونستنعوا في رد الفيفة باش نبعد نعلنوا على الفيدوروت والانتخابات وكل شيء قال يا انا خدمت خدمتي لقيت شانتي كبير برشة قال لي لقيت برشة ببين ما نحكي لكش ما ما نجر ثلاثة من ناس قال لك و انا عندي برشة بعيدة عالتسيير دونك اه نرمال بش تكون ثم هالنات نرمال فما اتهامات بمحابات شوية نادي الافريقي وانو الناس قاعدت اخنف البطولة نادي الافريقي وحتى التعيينات اللي صارت مثلا انسامي وحتى تعيين اللوت في القلمامي لاهب اللي كوميسير متعليمات شمعتم محسوبين عن نادي الافريقي يقولوا فما محابات شوية نادي الافريقي وانو فما ناستخدم لنادي الافريقي لا خدمت لا في جرجيس لا في قفصة لا في التراجي لا في اللي طوال دونك الناس اللي خدمتوا معهم ولي هم موضع ثيقة متاعي هم خدموا معي في النادي الافريقي دونك لوجيك بش نجيب معايا جماعة خدموا فا لكن انهم هو هو نفس وهو نفس كما اللي دير فاش فاش افاد النادي الافريقي النادي الافريقي لو كان مربحات شماتش بنجردان بالريزيرف التحكيم ظلمه ماتر قرر بي ترباجة تظلمت وستفادت هاي خنقلك ها كيف فاش تظلمت وستفادت الزوس فاش استفادت استفادت في الهدوك كورنير في الماتش اللي في الكورنير متاع لا انا انا او جايس لا نحكي على بنجردان مول ما اذا كان انا انا معنتها انا رئيس الجامعة والرجل قوي نحمي في الكليب باش تكون معنتها الاستفادة على طول على خمسة جورنيات النادي الافريقي تظلمت في ثلاثة متشويت صحيح متش ذاك العمران اربع جورنيات خمسة جورنيات السيد سجي ليه عاد بي عاد الحساب بنجردان عندك عندك تلافة بنجردان وصفاقس بنجردان وصفاقس جورني جي الخمس ليه جورني جي سدس بي عبش في ذبط لحظة سيد سجي 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 الكلوب عاملت اربعة عاملت سنك فوت روح دونك الكلاب افريكان سيوغ سنك ماتش عندها دو ماتش ايتي لزي بار الاربيتراج دو ماتش بنجردان وصفاقس دو ماتش بنجردان اربحناه بالرزير لكن على مستوى النتيجة وقع التأثير تغيير النتيجة من طرف حكم المباراة اعطاه ضربة جزاء غالطة هذا يثابت والبلاتوات الكل والمافيولات الكل اجمع على هذا دونك كماليدير اذا كان جاي حابي في النادي الافريقي ثم اللي قاله لك هذا يا جويدر اللي تحط محل رفض من النادي الافريقي معروف معروف شنو عمل فينا في الفار عمناو الاسيستون يقولوا يا ولدي عايت للاربيتر وهو قولوا لي من عايتش دونك معروف واضح بي بسرعة بسرعة كماليدير كما قال اخي منمشي جيب العباد اللي خدموا مع فارماسي سنترال معناها بجيب هذو عباد خدموا الكورة بجيو مع دو دو المعلومات اللي عندي انا اللي كانوا راسل فيفا وحب التمديد رفضت له الفيفا هذا ما يوقع لا مختار مش نقص عليك أنا بور انفواء خنقص عليك هك قصيت عليه برش مرات الرابط الوطني اللي كرت قدم محترف كان جاء يخدم في الكلوب افريقان هو حتى واحد من نادي الافريقي حتى حد ما هو موجود ومحسوب عن نادي الافريقي بسرعة عبداللهي كامل وضعية السيد الكلمة على عبد الكريم العبدي شفت اللي استدعيتهم الكل بالاخراني كريم الخميري يقول لك عمري ما كلمته انا الوحيد اللي قاعد نقول لك واني سيدي الراجل موجود عنده عائلة وعنده كذا الفاخر تراو في جينب وانتي هذي كما قال لك احمد الصالحي الراجل الراجل من السبعينيات موجود في تونس اليوم تحبو تنحيلو سلام بلاك لي مقبل ما تحب على سيكة مالي دي اللي عدنا عقلية في تونس اللي هي الثقة اللي دي ما نحكي فاهان يمكن عامين التالي حكينا على سيحوسين الجناية مع اليتوال صحيح ولا؟ وبطول بابا ومانيش عارف شاي معنا يريت العقليات هذي وتوماتيك مو رأيت دي ما مش نقاها موجودة في تونس ما دامنا العقلية اللي في عدنا نحنا كيسوا نحكي عالكورة ولا عالبار نظارية المؤامرة صحيح اراك مو عدنا كريم والله نتمنى سيد كاميل يدير يكمل ترونتاين جنفيين حتى كندي الفريقي كان بطل الموسمة ذي ما يتحسبش لسيد كاميل يدير نمشي وفاصل وبعدنا نجعل نحكي اكثر كورة على جهنية جاية من البطولة وفاصل بشيون مؤامرة موسيقى موسيقى